موسيقى تحية طيب مشاهدين الكرام متابعي موقع مدار واحد وعشرون وأهلا بكم في نقاش جديد مع يوسف بالهيسي لا زالت ارتدادات الزلزال الذي تسبب فيه ملف إسكوبار الصحراء تهز أركان حزب الأصالة والمعاصرة بعد اعتقال اثنين من قياديها ورغم تطمينات التي يطلقها قادة الحزب على بعد نحو شهر من المؤتمر الوطني الخامس إلا أن أصوات عدة لم تتردد في التنديد بالوضع الذي آل إليه حزب تعهد مؤسسوه ذات سياق بممارسة السياسة بشكل مغاير اليوم مع الأستاذ حسن بن عدي أول أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة المنذر بمآل مشروع سياسي اختطفه قراصنة في بداية الطريق كما أكد غير ما مر سنجعلها لحظة بوح كشفا للحقيقة ومحاولة لفهم ما جرى ويجري داخل حزب ملأ الدنيا وشغل الناس منذ تأسيسه قبل نحو خمسة عشر عاما مرحبا بك أستاذ حسن بن عدي أهلا وسهلا برك الله وفك منذ تفجر ملف ما أضحى إعلاميا يعرف بملف إسكوبارا الصحراء حزب الأصالة والمعاصرة يعيش غليان غير مسبوق بسبب اعتقال اثنين من قيديه ومتابعة آخرين في ملفات أخرى كيف تتابعون تفاعلات هذه القضية بشكل عام أولا ما عرفتش وش الحزب كيعيش غليان يمكن كان غليان في الفضاء الأزرق الحزب داخليا ما كيخرش واحد أنا ما عندي تشي يطمئن أنا ما عندي تشي اتصال مباشر الآن بالحزب لأنه اعلنت رسميا وعلنيا هذه تمضم 4 سنين أو 5 عن انسحاب من أي عمل أي نشاط في المجال الحزبي في المغرب ما شيء في الأعصالة والمعاصرة فقط بناء على قناعة تشكلت لهذه على تجربة اقتنعت بأنه إذا كان الإنسان عنده شي حاجة ما يعطيه البلاد لماتا يكون الضغط ديال الزمان لأنه أنا هي من العناصر المخضرة ما اللي جات للأصالة والمعاصرة ما كنت الشباب كنت عندي تجربة سابقا في الحركة المقبية وفي الحركة الطلبية في اليسار واسمه فجيت للأصالة والمعاصرة لأنه فهمت ديك الوقت بأنه يستجيب الواحد العداد المطامح اللي كانت تشكل في نهاية عائد للراحل الحسن الثاني بحيثوا غادي رجعوا لهذه القضية هذه فهذه الساعة جيت وكان قولها الأخوة أنت نقولهم أنا مو خضرام أنا عشت مع الناس اللي كانوا عايشين تجربة سياسية كما كانت من قبل دوز ثمان سنين في البرلمان كممتل الاتحاد المغربي للشغل وعشت مع تجربة اليسار قبل من ذاك شيء وما قالت إليه فالمجال العاد الجديد وكان وبعد هذا بدأت تشكل عناصر أخذ واحد المبادرة من بعد تقرير الخمسينية وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة والاحتكاك ما بين واحدة مجموعة العناصر اللي اشتغلوا على التقريرين واشتغلوا في المجالين والضرفية اللي كانت في بداية العاد الجديد عاد المليك وحمد السادس بحيث تجربة اللولة جابت واحد العزوف كبير اللي كانت مفارقة بالنسبة للوعود والطموحات والأفاق والحماس اللي جام على العاد الجديد جاء ذاك العزوف كصفعة لأنه الناس كي يترحل السؤال الثالي علاش المواطنين ما جاوش يصوطوه كأنهم غير معنيين بهال العرض الجديد في العهد الجديد إلى آخره فكانت سؤال كبير ديكل وقت بداتك تبلل فكرة ديال خصنا نديروش حاجة وشخصيا شاركتانية في تقرير الخمسينية ماشي معاجمش معادي ولو انه العناصر اللي كانوا تشتغلوه على هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسهم دريس بن ذكري كانت عندي بيه معرفة قديمة قبل ما يدخل للسجل لنا وكانت لميد عندي في التنويات الحسن الثاني في قسم البكالوريا وكانت عادنا علاقات الصداقة لأنه بديت شوية صغير فما كانش فرق ما بين أستاذ في لسافة ديك الساعة لعاد مبتدئ مع الطلبة ديالولي في نهاية المصار ديالهم التنويات هتكون واحدة ربع سنين خمس سنين على قصة قدير بالنسبة لنا فكنا أصدقاء وكتر من هذا الشي كنا مساهمين في نفس النقاشات في الاستصورات هذا الشيء في 68-69-69 فالرغم ذلك أنتم معنيون بشكل أو بآخر بما يجري الآن لا أنا أنا دخل لما دخلت ديك الساعة كمخضران كما كان قول الإخوان أنني دخلت من أجل واحد الفكرة قبل كل شيء وقلت كان جيد ساهم في هذه الفكرة هذه الفكرة وانعطيه للمغرب واحد الحركة سياسية من نوع جديد علش لأنه عشنا من قبل أكثر ما ممكن تعطيها الحركة الوطنية أعطى التجربة التنوب التنوب التوافقي في نهاية المطاف لأنه الناس اللي ساموا فيها واسموه هما مناضلين ما يسمى بالسنوات الرصاص سنوات القطيعة ما بين عناصر من الحركة الوطنية والخصوص العناصر اليسارية منها والقصر الملكي ومن بعد الحسن الثاني وله يرجع الفضل استطع بشي بشي عاودي مد الجسور ديال التواصل والحوار وكان العالم تعيشت هو مخاض لإداء إلى نهاية ذاك القطبية الإيديولوجية اللي كانت في العالم وانضحار تقريبا كلها تجارب اليسار في كل فمع ذلك في المغرب استطعنا بش وبفضل الحسن الثاني استطعنا بش نديروا شيء هذا العام الإطار التاريخي أنتم أدرى مني بذلك أستاذ بن عدي ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الحزب منذ ولادته رجى تنظيمية تسمح لي يا شوية أنا أتي صعب لي نحاور شي واحد بدون ما نوضع الحديث في واحد السياح معين وانا عندي واحد القضية من التزمية دائما هي الواحد يبقى دائما منطقي مع نفسه تسمي على أنه تنطلق من المبادئ هي المؤسس المبادئ تكون برامج أو عروض إلى أخير كنتلقها ولكن عندك واحد عدد المبادئ وقناعات في الحياة وكل فكرة اللي ستأطر هذا النقاش كله هو الفكرة التي انطلق بها الحزب انطلق بفكرة ديال ومألها الآن طيب ما الذي يميز المخاض الحالي الذي يعرفه الحزب لا المخاض الحالي مقارنة بالسابق المخاض الحالي هو النتاج ديال واحدة الانحرافات اللي وقعت من البداية بدأت كتبا بحيث تأسس الحزب 2008 8 أغوش 2008 جات الانتخابات المحلية حصل فيها الحزب على نتيجة هائلة ولكن قبل ما نقول لك علاش تأسس الحزب نقول لاش نوع السياق السياسي اللي كان نطروح بذيك نتحدث عليه السياق السياسي هو كان عندنا عزوف كبير علاش هذا العزوف الكبير لأنه الناس عاشوا تجربات هذه الحكومة التنوب اللي دخل فيها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي اللي كانوا حزاب جسدات المعارضة في المغرب واتقدمها الاشتراكية جسدوا المعارضة ودخلوا للحكومة ولكن في بداية العهد الجديدة كنا نشوفه كنا نشوفه أنه الصراعات داخل هذه الحركة أو ما تبقى من الحركة الوطنية أصبحت صراعات بنية فقط على منافسات ومشاحنات ديال الأفراد بحيث كان تذكروا المؤتمر اللي كان ترأس الجنة التحضيرية دياله السيبني حي الله يرحمه في الاتحاد الاشتراكي كان تذكروا ديك الصور ديال الناس كانت تضارب في المؤتمر ديال الاتحاد الاشتراكي وديك سال الاتحاد الاشتراكي في الحكم يساهمه في الحكم ففي ديك الوقت جاء العاد الجديد وجاءت انتخابات في العاد الجديد وكان عليها عزوف داروا ديكسا نظام اللائحة داروا نظام اللائحة أنا كنتعدي مجلة أعلقت على نظام اللائحة قلت هذا لأنه نظام اللائحة كتدير واحد تدوليست مثلا من عندك اليقين بأنه غدا ينجح ونجحوا الاتحادين في هذا التجربة اللولى الواحد الأعداد هائلة بحيث الضربدة كلها كانت عناصر ديال الاتحاد الاشتراكي لآخره فرغب هذا الشيء دا كله كان شوفوه بأنه تقريبا 80% المغاربة غير معنيين بهذا الشيء ففي العهد الجديد كانت دار شي حاجة تقرير الخمسينية دار بشاجعة تقييم الخمسين عام السياسة وتكلم على سنة تقرير اللجنات الثانية ديال الإنصف والمصلاحة دار قراءة في سنوات الرصاص وكان النقد داتي وكانت المصارحة والمصارحة ومع ذلك هات التقريرين اللي جاءوا قبل الانتخابات مروا كأنهم ما كينينش مرات عليهم طبقة السياسية مر الكيرام مدى فيهم تشي واحد أنا كنت تكرسي عبدالعزيز بالغفقين من بعد خرج التقرير الخمسينية المغرب المأمول لذلك تشخيص غير مسبوق لواقع التنوية بالبلاد والمالك أمر أمر باش هذا التقرير يخرج يكون في الانترنت بحيث يموتح للناس كاملين في المغرب وخارج المغرب والتقرير سيقول هالأخطاء هالنواقص هالتراكمات السلبية اللي كينا في البلاد طيب نعود الى الانحرافات نعم نعود الى الانحرافات أنا قد نجي لك الطم لأنه غير سبرو معي شوية باش نعطيكم الخلفية لأنه مهمة باش نفهموا هذه الانحرافة لما كتجي كتقول هدا عرض جديد وكينخارط فيه عناصر اللي كانت معروفة لأنه عناصر يسارية كاللي دير السجن كاللي دير هذا وفي نفس الوقت كيجي 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 عناصر اللي جاية من 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 صلب التجربة ديال الدولة للمخصد بلآه باش نجوي بصراحة سي فؤاد علي الإمه هو اللي كان حامل هاد هاد الفكرة وهذا المشروع كيوقع واحد الجاذبية اللي حركات حركات ذاك ذاك الركود اللي كان في المشاهد الحزبي جاذبية ونفور من طرف البقية لا وقع نفور أنا قلتها وصر جاذبية لأنه السفؤاد قبل ما يدير الحزب مش ترجح الانتخابات ترجح الانتخابات ترجح الانتخابات في بن قرير بدون تماء تسمي بالوافد الجديد بدون تماء كانوا هما ثلاثة كانوا ثلاثة كانت تماء ثلاثة الدوائر دار معا جوج ديال الناس السيحميد نرجيس وفتح العيدي كأنصور نسوف هذه اللائحة ونجحوا الدوائر بتلاثة دخلوا للبرلمان ما كانش فاريق وأنا نقول هذا بالوضوع ما كانش فاريق ولا حزب اللي بحاولش يتقرب منه يقول له أجي معنا فهو ما هو اختيار اخر شاف دوك المجموعة دي النواب اللي ما عندهمش الامكانية باش يشكلوا فاريق لأنه انتم هنا إلى حزاب صغرى اتفقوا بنتهم باش يعملوا واحد فاريق وسمي بالأصالة والمعاصرة قبل ما يكون الحزب قبل ما يكون الحزب هاتش في البرلمان حزب الأصالة والمعاصرة اللي كي بقولوا الناس هذا كان الفاريق الأصالة والمعاصرة لحيث الفكرة كانت واضحة أنه برنامج العهد الجديد هو كيفاش المغريبي يدخل في القرن الجديد قرن 21 كيفاش يدخل في عالم الحادثة بدون يفرط في التوابت الهوية دياله هذا هو طيب هذه الفكرة النبيلة هذا المشروع الآن نعم أين نحن منه قلتم بأن الفكرة تعرضت الحرافات لا الحزب كحزب لم يعود حاملا لهذه الفكرة الحزب والله كالأحزاب الأولى اللي كانت فشلها كانوا الحزاب الهدف منها وكيف ستسبطوا الناس لبرلمان وحزب الأصالة والمعاصرة بمعنى 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 أن الحزب الآن بصيغتي الحالية وحزب فاشل نقوله فاشل لما فاشل أنا بالنسبة لي ماشي بوا ذاك الحزب لنخرط فيه ولكن قد يقولوا قائل ما العيب ما المشكل اعتقال قياديين من الوزن التقيل فعلا في الحزب وهذا عنده تفاعل وتداعيات على الحزب يعني فينه هو المشكل؟ جميع الأحزاب جميع الأحزاب فيها هذا النوع من المتابعات وهذا النوع من المشاكل علاش البطام الآن نحصره في الزاوية ونقوله بأنه الحزب هذا مبقىش صالح وأنه انحارفه يعني شو فينه هو المشكل؟ لا ينقصوا من قيمته الشيء لا المشكل كان في حاجة أولا لما جاء الحزب دخل تكلمت على الوافد الجديد لما ذاك سيد ما مشاش مع ذوك الأحزاب اللي كانوا موجودين وقال غادي ندير تجربة أخرى طبعا كل هالناس كانت ضد هذه التجربة ثم كان واحد عنصر أساسي كنا نعيشه في بداية العهد الجديد هو واحد المد جديد في السياسة ما شيء غير في المغرب ولكن على طول الرقعة العربية الإسلامية هو بروز حركة إسلامية خرجات من جديد نعرف إحنا تاريخ الحركة الإسلامية دارت في مصر في واحد الوقت قبل من القومي كانت في صراع مع القومية العربية وانتصر عليهم وقمعهم إلى آخرين ومشاهدكش حتى الواحد الوقت نلاحظوا بأنه إنبيعات جديد من بعد احتلال أفغانستان من طرف السوفيتيين من بعد احتلال أفغانستان من طرف الاتحاد السوفيتي بنت هاد الفكرة ديال الإسلام السياسي بعتت من جديد وصادفات جيل جديد ولت حركة يعني كتر من أحزاب ولت موجة موجة عارمة والمغرب جاءت له التواد الموجة بحيث كانت عندنا حركات إسلامية وكانوا إسلاميين هنا في المغرب ولكن واحد الوقت والطموحات عندهم كبيرة إلى آخرين واحد الدفع تلقى يعني عابر للقارات كما قلنا وأنا كنت أذكر بأنه بهذه المناسبة وفي هذه الوقت تقرير الخمسينية والإنصف والمصالحة جيت من بعد ذلك شيء واحد الوقت بدأت كتجي استطلاعات للرأي بالخصوص من الولايات المتحدة كتقول بأنه الحركة الإسلامية هي ستكتسح كل شيء فحنا في المغرب وحنا عدد العناصر كنديروا قراءة آخرى الحركة الإسلامية موجة موجودة ولكن لم أنا شخصيا عندي هذا القناعة وماشي كفاعل حزبي فقط كباحث كمفكير كنت بعض الأمور وكمناضل من قبل بالنسبة لي كنت نقولها من الولايات نقول لهم المغرب ما يمكنش الحركة الإسلامية اللي كان في تونس ولا اللي كان في الجزائر ولا اللي كان في مصر كان خصوصية مغربية يمكن تكون حركة إسلامية ولكن غادي تكون حركة إسلامية مغربية بزمنها وهذا شيء قلتو وانا ما زال في يام ما يسمى بسنوات الرصاص لما تم الاعتقال دي الوحدة على العناصر وكنتم ضمنهم طرحوا لي السؤال قال لك الحزب الماركسي اللينيني وهدف هذيك الوقت فأنا كتبت في إطار الاستنطاق كتبت لهم قلت لهم يا ودي المغرب عنده واحدة خاصية لن ينجح فيه حزب ماركسي اللينيني رغم أننا في الشباب كنا مواعجبين بالتجربة دي الموت سيتونغ والفيتنام ولكن أنا شخصيا طيب هذا تفاصيل تاريخية مهمة أنا بغيت معك اليوم شوية بغيت مواقفك بخصوص ما يزري الآن مهم هذا الإطار تحدثت على انحرافات تحدثت على نوعا احنا طرحت السؤال لماذا هذا التهويل حول ما يزري في الطعم الآن اعتقال قيادين لا ينقصوا من قيمة الحزب بشيئا بصيغته الحالية أهلا شوف هذا الشيء فيه تهويل التهويل وهو أولا واحد العدد الناس اكشفوا هذه التجربة هذه كبرات أكثر من الطبيعي حيث أنا راكت نجيلها من تندوع الإسلاميين بغيت نجيلها لأنه الناس اعتقدوا بأنه ذاك الشيء اللي وقع في الدول العربية الخرى غادي يوقع عندنا الموجة الإسلامية غادي تكون كاسحة فكان ضروري باش تكون شي حاجة في مواجهة هذي الموجة وهذي من جملة إذا بغنا نتكلمو بحال بكلام ديال الصفقات دفتار التحمولات اللي عند البطام إعادة الحياة المشاهد الحزبي ولكن في نفس الوقت الدفاع للتعددية الحزبية لأنه مخصناش النساء بأنه البلد العربي الوحيد اللي محرم فيه الحزب الوحيد فالدستور الأول نظام الحزب الوحيد محرم عنها لا تنقبلوش حزب وحيد فلما غادي تكون عندك حرم اللي بغيت يفت دستوره ولكن ما غادي يقول لي عندك فاعل سياسي وحيد ناس حاملة تندوي على الإسلاميين ولو لما تكونش نوايات الأشخاص اللي نزعمين الحركة ولكن لما كيكونوا هزاهم واحد الموجة والتمويل جاي من جهة خراء والدعاية جاية من الغرب لم يكن هذا خطأ خطأ النشهة يعني رفع شعار محاربة الإسلاميين كمشروع سياسي كان ربما خطأ أنا في نظري أنا عمري ما قلت محاربة الإسلاميين كنقول لي هم رخطاء باش نقولوا محاربة الإسلاميين لأنه الشعب اللي كيصوت وجناير الشعب اللي ما تقول لك تحارب الإسلاميين كيقول لك تحارب المسلمين ما يقبلش المغربية أنك تحارب المسلمين ويصوت عليك إلا بعض الناس اللي في فئة يعني أقليات متقفة إلى آخرين ولكن عموم الشعب ما يمشي معاك لا لقلت لي أنا شيوعي ملحد ولا لقلت لي أنا يا تربة المغربية لا تقبل عندها شوف عندها مناعة علاش لأسباب تاريخية يعني موقع المواجهة مع العالم الغير إسلامي هو المغرب المغرب هو آخر محطة اللي كانت تواجه المد المسيحي تواجه المد تاريخيا لقرون فالمغربة قبل كل شيء مسلمين بنقص النقعة لي أنا مع إيرانيين واحد مرة جاءوا إيرانيين لما كانت الحرب ما بين العراق وإيران جاءوا عندنا عراقيين هنا عراقيين باش نطلعوا بيان مشترك تنقولوا وكانت تكساء الحرب من المتحدة تنقولوا إيقاف الحرب بين الأشقة العراقيين اللي كانوا أصدقاء دينا بغى يحمقوا وقال لك واش كانت تقولين الحرب بين الأشقة هادوك فرص هادوك فرص أعداءنا ماشي يسميتوا لأنهم تفهموا المواجهة بشكل آخر فنقولوا أنا في المغرب رأى الحدود طيب مهم هذا التفاصيل التفاصيل التاريخية لفهم مجرى الأخير الحدود رأى عقدية بالنسبة لنا الإسلام هذا الإسلام هو اللي حامل الرأيات ديها الدفاع العالم الإسلامي كله حتى نتقدم في النقاش لطالما نبهتم سي حسن بن عدي إلى خطورة هذه الفئة التي تسللت بين قوسين إلى حزب الأسرة والمعاصرة لاحقا هنقولك بكل بساطة بلما دمنا الحزب جاءت لوجبة ثلاثة ديال الدوائر ديكسا كان مازال ما جاشت الانتخابات المحلية اللي هادين دخلوا لها ثلاثة ديال الدوائر أخواتهم من محكمة دستورية فكانت عدى فرصة باش نجربوه فرشحنا جوج ديال الإخوان من الإخوان اللي كانوا معتقالين يساريين سابقين رشحناهم واحد في فاسفي واحد في مراكش واحد الأخ الثالث اللي ماشي منه ماشي نفس المصار كان هو متجدير في المنطقة دياله ولو شاب في تيزنيت هادو ثلاثة جبنا لدائرة ديال تيزنيت وفشلنا رغم النزول ديالنا كاملي للمراكش والنزول ديالنا كاملي للاسفي ما جبنا شي الدائرة هاتم ما فهمنا بأن هورا لا يكفي انت خابت منطق آخر ما لا يكفي بأنك تكون فقط عندك أفكار زيانا وتكون يساري ولا تكون درتي الحبس ولا تكون درتي شيء حاجات قد أفهموا من كلامك هنا قررتهم لانفتاح على هذه الفئة ماشي ديكسات بعدها أول من الاتصاب الأصالة والمعاصرة كان نقاش قبل ما يقول من اللي كنا في حركة لكل الديمقراطية كان الناس يقولوا احنا نمشيوا مع اليسار نمشيوا مع الاتحاد الاشتراكي فكان نقاش فقلنا ديك ساولتي حد اشتراكي كانت عنده بعدها أزمة داخلية حادة ما بين الناس اللي عندهم واحدة الشرعية تاريخية بنتهم وكيزا عادوا لدخلتي تما غادي فقط تدخل معك ذا كل التناقضات اللي كان فتم العدول على هذه الفكرة قلنا نديرو كانت فكرة أخرى ديال يبقى وغير الناس اللي هما مزيانين ومنساجمين وتقدميين ومفكيرين وعلماء ولكن ما تير بحوش انتخابات جربنا بأنه ما تير بحوش انتخابات ولكن احنا كان مفروض علينا الأهم اللي كان هو تكون شي حاجة سد أمام هذك ديك الموجة الجارفة اللي جاية فأفسحتوا المجال لهذه الفئة فقلنا خصنا نجيبو الناس اللي قدين لنجخوا في الانتخابات كائنات انتخابية لا البلاتي هذه الكائنات الانتخابية خرجواها على المناظر اليسارية تيقولون لهم كائنات انتخابية والخلون تيقولون انتما مشيتوا للحبس وتخلصتوا في الانصف والمصارحة ما تصدعوناش وكانت هذه النقاشات داخل داخل البام وكانت جاء صراعات بعض المرات اللي كانت محتديمة ولكن الحكمة كانت هو نجيبو ناس اللي قدين ينجخوا في الانتخابات ولكن تتوفروا فيهم واحد الشروط لانه مشي الناس كلهم منحارفين مشي الناس كلهم مشي صحب شكارة كلهم يعني مشي صحب شكارة كلهم منحارفين انا كنت نقولها دائما تنقول لهم كاين فرق ما بين الانسان اللي هو تشتغل بالاعمال وتي يبيع ويشري ولا فلاح تيح حرطم زيان و تيربح مزيان و تيشتغل مع القبيلة دياله و مع الجماعة عنده القدرة بشي نجح مرحبا بي هادك راتيش تغل وكايل عنده شي مشاكل مع الضربرة هديك مشاكله مشي مشاكل الحزب الاخره ولكن الناس اللي داروا الفلوس غير فقط لانه صبحوا مؤطرين مؤطرين الواحد النشاط السياسي و تيقلبوا على الناس اللي مستعدين باش يقديوا باش يكون عندهم تزكيات فهنا دخلت واحد واحد الزواج ما بين السلطة الحزبية اللي كتعطي التزكية و القوة ديالبنا دمالي كيخصو يجي الحزب غير باش يلقى ديال الهدف كان وظيفي في البداية بب لاحقا لاحقا في البداية كان خصنا انا واحد المرة قلت لما اغير معها في النقاش مع الاخوان تنقول كل القيناة مئتين خنشة ديال السيمة نحطوها في مئتين كرسي في البرلمان باش تبقى الاغلبية ما يكتسحاش فاعل سياسي وحيد لانه فاعل سياسي وحيد بمعنى الاديولوجيا اعمدكم عن ربما تحليل الواقع لا 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 انا كنقلهم كل القيناة هذا الشي هذا بحيث الهدف ديالنا هو نديروا واحد سد منيع امام اكتساح الفضاء تشريعي من طرف فاعل سياسي وحيد عشناها في البداية الاستقلال طيب لاحقا تحدث الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة السيحة كم تشمس لانه كما قلت ربما الهدف كان وظيفي استجابة الواحد المعطى السوسيولوجي كان في ارض الواقع لانه يعني هذا صحاب الشكارة ماشي بالمفهوم بالضرر ومفهوم سلبي يعني هما اللي كي بحوا انتخاب لا لكن انصحب الشكارة وفلوسهم مضبوطة يعني ولكن هما اللي كي قدروا ينجحوا في الانتخاب لاحقا الأمين العام السابق سيحة كيب بن شماس تحدث عن وجود تحالف مصلحي لبعض مليار ديرات هذا كلامه الحزب الجشيعين والموزعين من حيث المنشأ والامتداد على مناطق طنجة والنواحي الحسيمة والنواحي بن ملال والكثير من النواحي أسفي ومراكوش والكثير من النواحي يعني الفكرة هنا اللي بغيت النقش معك أستاذ الكريم كلما جاءت أمة لعانت أختها بمعنى هاد الناس كنجيبوهم كننفاتحو عليهم كنربحو بهم انتخابات كنربحو معهم الانتخابات ومن بعد عند انتهاء الولاية تنشتكيوا منهم وتنقولوا آه يعني احنا ادخنا احنا ادخناهم ومن بعد شكينا منهم لا ما اشتكيناش من ذلك الشي الأزمة ما شيف هاد الشي هذا الأزمة هو كيفاش تدبير الحياة الحزبية ما غادش نختار على العجلة بمعنى انه حزب سياسي يقوم على قواعد مضبوطة كنضبطها القوانين ويجب الالتزام بهذه القوانين اللي هي تمرسوا عليها الناس من قبل تنقول ما اللي نختارها العجلة نحترمو فقط لوائح الداخلية دي الواحد الحزب عندنا صعوبة بصفة عامة سوسيولوجيا في المغرب باجحنا نحترمو القواعد ولو كتكون بعض المرات على حساب السلامة والأم دينا واحد المرة جاء عندي انا واحد صحفي أرمانيس وبولني على شي قضية قال لي مزيانة تشيل الدار في المغرب إصلاح المدونة بداية العجلة جالية الملك محمد السادس كان عندنا ديك الإصلاح اللو دي المدونة اللي كان فيه نقاش الاخير وجاء هادا من الإداءة وغي قال لي هادا قود سيت لكود دولا فامي وتم الإصلاح اللي قلت له دي مزيان هادا شي مزيان ولكن راحنا في المغرب قلت له سكتعرف على حد القضية لكود دولا روت ليه هو أخطر كود لأنه إلا فرط فيه كيمكنت انتقلت إلى العالم الآخر قلت له أهو أخطر كود قلت له سوخور جتسارة في الضرب إذا تتواحد بك يحترمو إحنا صعيب عندنا تخص واحد الممارسة واحد اليقظة من فاعلين مختلفين من المجتمع المدني من الدولة اللي عندها الوصاية على وعدات الحواج للتقيد أنا أعطيك المثال فقبل من اللي كان السيد بن شماش اللي يتكلم على هاد الشي وهذا كان مؤتمر الأخير اللي يجا فيه السيد اللي يتبع اللي يتبع بن شماش اللي يجا من بعده كانت واحد للجناة الحضيرية تمت قريبا عمليات سطو ما عندها علاقة مع احترام القانون وهاد الشي مسجل وبالفيديو عمليات سطو عمليات سطو تتحدث على فترة سي ياس العمري لا هذه اللي جاءت في نهاية الولايات ديال بن شماش يعني جان بعده سي وهبي هادك المؤتمر اللي يوقع فيه جديدة في هاديك الوقت كانت عمليات قريبا ديال السطو تمانف ذاك يعني قبل شي شوية قلت بأنه الحزب تمت قرصانته أنه تتعرف تكشي ديال أعمال القرصانات كانت في الوحر موجودة بزاف كي يجيوا واحد المجموعة عادية القطاع طرق البحريات يسطروا على سفينة وكي يديوها وكي يديوها فين بغاوه قلت للحزب تلطان تمت قرصانته من طرف واحد المجموعة حي الفئة قليلة سيطروا عليه لخدمات أهداف أخرى وللدهاب به إلى وجهة أخرى لكن ألا تتحملون كأمناء عام سابقين يعني المسؤولية الأكبر أنت قلت بأنه كنا اضطرين أننا نفتحوا على هذه الفئة هذه تتحملون جزءا من المسؤولية والآن تعطونا الضروس كما يقول منتقدكم من برجكم العاجي لا أولا ماشي برج عاجي الدليل على هذا هو أن نيجلس معك دابا في السن ديالي كتعرف أنا نداء المسؤولية مع بعض الإخوان قل لك أن اليوم نداء المسؤولية نحتكمه غير القوانين للحزب قول المشروع وليش تأسس عرطي باش جاوبوني شي وحدين قالك احنا ما مبغي ناس شي واحد اللي عايش ثلاث ملوك يجي يعطينا الضروس بالنسبة لهم متجاوز بالنسبة لهم متجاوز ولكن ما كيكون اللي كيقول لي كاد لقد ركت عرفه جاهل هذا ما كاد جاوبوش أنا فرطت عليه باش نقول لي كاد شي نداء المسؤولية شنو المعنى ديالو أنني معني بهذا الأمر وأنا أعلنت بأنه غادي نخرج من العمل الحزبي ولكن ماهتم بالحياة العامة شكون فيه هوم اللي خرجت يتكلم على إزمة التعليم ولا إضراف التعليم ولا هذا ويتحمل مسؤوليته علانية الصحافة بوازع المسؤولية النضالية ولكن المسؤولية وطنية مدنية سوف ندعو التعليم في ما بعد شوف نقول لك في واحد الوقت لاني قلت لي يا مسؤولية في واحد الوقت لدي واحد العداد ديال الناس لما ما كتكون عندهم مش مواقع مؤدة عنها القصد أنكم كتدروا نداء المسؤولية أنكم كتدروا تشخيص ولكن بشكل متأخر كيديرهم كيديروا الناس كيديروا مؤمارة الصمت معناه أنه ما كتعطيوني ولو أنا ما ندويش دبروا رسكو بتغرق أحد البلاد لكن وأنا أسمح لي أعدو بالله من قولت أنا حاولت محاولة متعددة حتى مع ناس اللي هما كانوا كتاباً من سابقين في حزاب أخرى واتصلت بهم بهذه الصفة وقلت له ما جي نكونوا غير واحد اللي هي معنوية باش في كلها كان شي مشكلة في البلاد ما أعطيه رأيه غير لي النصيحة يتبعوه لا لي يتبعوش ولك ما كانش كل شي تيقول لك الديافراسك ما كانش الناس اللي وهدي اللي كنسمها الحسن الثاني في واحد الوقت مؤامرة الصمت كيدوي مع النخاب أنه إما كتعطيني وكنستافد كنستافد من الدولة وكنستافد من هذا العمل اللي كندير وكتعطيني ولو ماشي شغلي أنا كنهتم بحاجة أخرى طيب الآن هذا ما غير باش اللي ناولتيني يالتوما انتوما متحملين المسؤولية أنا أنقل ما يقوله منتقدوكم بأنه هادي الناس اللي كنتقدوا الأمان العام السابقين كيتحملوا جزء من المسؤولية هادي هادي وهنا تشخيص متأخر أو ربما انتوما مفاهليش الواقع لا لا هما اللي هادي الناس اللي كيقول هذا الشيء هما اللي مفاهلي منش الواقع لنا ولي أشل السبب أنا كنت أمين عام في التأسيس في مرحلة التأسيس لأسباب معينة أنا قلتها في ذيك الوقت قلت بما أننا سنجمعوا من الناس القدام ومن هذا وهذا باش نصاوبوا شيء حاجة جديدة أنا كان أعرف هادوك المناظرين ديال اللي صار راديكالي لأنه كانوا تلامت ديالي وكان أعرف الناس اللي في البرلمان الأخر اللي نرزوه 8 سنين كبرلماني فبالتالي تيمكن لي نجمع بيناتهم من أجل تيسير عمليات الولادة ديال الحزب ولما أرطاءت الجماعة بأنه كي يجيبوا شيء أمين عام أخر ما شيدرت بحال هادوك الناس اللي كي يخرجوه كيمشي وغضبوه ولا كيمشي وفعلاتهم بقيت بقالوا لي يا رئيس المجلس الوطني بقيت حاولت في المجلس الوطني حاولت وحد هذه الأشياء حاولت باش نجيب الناس عارتي نقاشات قبل ما يجي السي إلياس العماري كان كلك ترجع للوتاة يقودك شيء نقاشات اللي دوزت معاه كان قولوا السي إلياس را ما عندكم مصلاحة باش تبدلوا السي مصطفى الباكوري دابا خليوا الباكوري ونديروا بين الانتخابات وانت اشتغل كيف مالفتا تشتغل ولكن را لا إنك شخص غير صالح للواجهة تاني قولوا لي يا بلاد العربية ولكن واحد الوقت الإنسان كل شيء يتبدل كيف أنا كان تبدل يمكن من الحسان إلى الأسوأ يمكن هو كان تعتاب الرسول تبدل من الأسوأ إلى الأحسن قال أنا اللي يخصني نسوق هذه السفينة وأنا اللي يخصني نسوق هذه البلاد وكان البشر إلى ما حدو ما لقاشوا قدموا شعجة اللي كتحبسوا كان بقى غادي بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة بشأن اعتقال قيادية في إطار قضية اسكوبار الصحراء صدر باسم المجلس الوطني وليس باسم الأمان العامة في نظركم لماذا؟ هم أدرابي هذا أنت تدسيب قمراء في القيادة لو كنت أمينا عاما كيف كنت ستتصرر؟ أولا اللي كنا ضابطين في القواعد الحزب لما شي واحد تكون عليه شي حاجة قبل كل شيء كان واحد تسمى الجناة الأخلاقية برنامي اللون بتأسيس الحزب ذلك الجناة الأخلاقية كتعيت لذلك الشخص كتقول له سمعنا بأنه تحوم حولك ما نمشيوش قاعد تلات الأقصاد غير في مسائل ديال تسير مثلا هذا واحد السيد كان وزير وتحوم حول تسيره شبهات وتتكلموا على الناس كتعيت له كتقول له الله يخليك أفلان أعطينا الجواب النساشة يقولوا أنت سكت وأنت قيادي معنا أعطينا الجواب ما تبغيش يعطي الجواب ولكن اللجناة الأخلاقية كتعطيك الإطار فش أنت تعطي الأجوبة ديالك إلا اقتنع بها الحزب هو هذا ما اقتنعش بها الحزب بعوي لو كنت أميناً عاماً هل كنت ستوقع البلاغ الأمان العامة بشأن هذه القضية ليك أنا كنت أمين عاماً ما نستوى هذا الشيء لا الشيء حاجة اللي نكون فيها أمين عاماً ستكون تفعيل لجناة الأخلاقيات هذ ناس اللي يجعون لجناة الأخلاقيات كان خصوات استدعية هذو كل الناس اللي ما سمع هذا الشيء كان خصوات استدعيه وتقول له ما شو اللي نسمعه إلا هذ الناس ما بغوش يجيوا يستجبوا الاستدعاء أو هذا ديكساة كيتاخدو كتقطارح لجناة الأخلاقية غير كتدير اقتراح كتقطارح على القيادة دي الحزب اللي هي هي المكتب السياسي كتدير لي اقتراح إما بتجميل العضوية دي لهذا الشخص أو بعد هاد شي ما كانش لآن شوف لما كنا كنا واحد وقتاً إيدوا الحكومة ديال السعب باس الفاسي هيك وكان ضمن الوزراء ديال السعب باس الفاسي سحمد خيشن كان وزير التربية الوطنية كان وزير التعليم وحنا قررنا باش نخرجوا للمعارضة ونعارضوا في البرلمان الحكومة اللي كانت يقودها السعب باس الفاسي طرح مشكل قلنا نسح من خيشن ما يمكنش اختار اختار هو يبقى في الحكومة جمدنا العضوية دياله أضعاف الإيمان لأنه لا يستقيم لا يستقيم فهذه القضية هذه بلغ يخرج بلغ باسمية المجلس الوطني النسي يقول لك واش باسمية المجلس الوطني ولا باسمية رئيسة المجلس الوطني لا مفترض باسم الأميلا لا البلغ اللي خلف هذه القضية هذه البلغ الأول كان باسم المجلس الوطني أما أولاك المجلس الوطني عارضيش حال فيه باش يجتمع واش كاتيم كلك تدير بلغ لا هذا والسؤال ديالي لماذا لم يوقع وهبي بصفته أمينا عاما للحزب هذا البلغ هذا هذا السؤال سؤوله ومقرأ قلت لي كراء الضواب قلت لي كراء الضواب احنا معنا السيحة سابن عدد اللي كان في قوم رات القيادة شوف وبغينا احنا لك شي علاش السيحة سابن عدد واحد الوقت قال لا تتوفروا الآن شروط الشروط الدنيا لممارسة العمل الحزبي في هذا الإطار وغدر السفينة وخرجت معلوم غدرت سفينة طيب تخصوا قل بصيغة أخرى كيف تفسرون الآن صمت السيوهبي إلى الآن لم يتحدث أنا ما غادرش نقدر ما غادرش نسأه هو اللي يمكن يجاوب على السكت هو اللي يمكن يجاوب على السكت أما أنا ما غادرش ندخل في هذا الشي عارفة شتيجري بناتهم شكون تجري بينه بالرئيس الحكومة علاش رئيس الحكومة سكت دبا هذا شأن حزبي لا 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 شأن حزبي شأن حزب حزب مكون الأغلبية الحكومية ليست للأمر تداعيات الآن على الأغلبية الحكومية لا تداعيات كإنها غير البارح غير البارح الأصرة والمعصرة قالوا لهم في مسألة اللي قد تبدوه بسيطة اللي هي تعديل في القانون الداخلي ديال 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 المجلس بالنظام الأساسي ديال المجلس لملاءمته مع ملاحظات ديال ديال المحكمة الدستورية فالأصرة والمعصرة جابش اقتراحات وقال لهم هذة اقتراحات تدوز ولا ما كان شيء وما استطعوش الأغلبية الآن رعاة في إزمة تندويدة باليوم ولكن الأغلبية رعاة في إزمة لما كان أغلبية كان اللي يحاول يمشي اللي قدام سأل الأخوان ديال الأحرار الساكتين تتفرجوا أخوان تلتستقل ساكتين احنا الآن نشوف وصلنا في واحد المرحلة لممارسة العمل السياسي والحزبي بطريقة تكاد تكون صبيانية بهذه الدرجة أنا أقول وتنا تحمل مسؤوليتي فيها تكاد تكون صبيانية لأنه المشي واحد تقول وهذه القضية هذه تهم هذا الحزب هذا وخليه يغرق وتنبقها ساكت لا تخصي نتحمل مسؤولية عيما أنت تصريحات الموعلنة ديالقادة الأغلبية كالتحدث على الانسجام وعلى التضامن تصريحات احنا غادي احنا في المغرب لكنت مشكلة عندنا كبيرة الآن ورابنت في القضية ديالتعليم الحاجة اللي تضربطه هي أساسية ويصعب أن يعاد بنا ترميموها إذا ضربت هي التقى ما بالمواطنين والمؤسسة ديالهم غادي نجول هذا القضية مهمة سبق لي قلت لشي واحد لشي زميل ديالكم بأنه في المغرب كيخصنا نفهمو واحد القضية وانتا ننتقدنا يرى ماشي عدمية قلت لهم نفهمو بأنه جميع المؤسسة ديالنا هي في ورش ورش البناء ما نعيشه في المغرب مؤسسة وحدة اللي كيناه والشعب ما تيغلطش هي المؤسسة الملكية لأنها عارقة وأصيلة ومتجديرة في البلاد وهي اللي كي أمنوا بها المغربة وتين أمنوا بها حتى الناس اللي في الخارج كيتتعاملوا مع المغرب الباقي كله في طور البناء والمنظومة الحزبية المتخلفة في هذا البناء جمعيات المجتمع المدني في بعض الأحيان تبدو أكثر جدية من حزاب اللي كتجي باش تاخد مراسيب وكتشرع للبلاد وكتسير البلاد بعض الجمعيات كنشوف هنا بعض الجمعيات في المجتمع المدني تبدو أكثر جدية وكيكون عندها صادة في الخارج وكي تتقف عن الناس أما المنظومة الحزبية كل شيء ونقضه وكتنضر لهذه الخضيئة كان شو شوية تقول لهم السياسة والتعلم تقول الشيء والنقض ديره هذه السياسة بحال شيء من راقة ليه شيء واحد طيب قد نقش المشهد السياسي فيما بعد لأنه كما قلت لنا جعله لحظات لحظات بوحة رفضتم ربما تشخيص إن صح التعبير مسألة يعني صمت السيوهبي إلى حد الآن بخصوص هذه القضية قضية لتسكوبارة الصحراء الآن كيف تقيمون سياسيا حزبيا على الأقل فترة ولاية السيوهبي على رأس البطار بكل صراحة أنا نسحبت نسحبت من قبل ما يجي السيوهبي لأنه قلت ما بني على باطل تبقى باطل تيم كلك تيم كلك التعند تيم كنت تشوف تهارين ما برش ما بخوش شيء متوطرين أعود لك واحد النقطة أنا لسوم التوتان تعطى حسئلة أروي 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 شيء واحد كان عندهم شيء قبيلة في الشوية شيء دوار عندهم واحد فقية من نهار حلوا عيني ومن لحل عيني تمتلقها ذاك فقية عنده جلاب بضيضة وكل شيء كي يجتمع وحاولوا في السوق وذاك شيء وقرية بعيدة نائية ما كنت شيء واحد نهار هو يجي المقدم من هز واحد البرا بتاع يتلي شيء واحد وفلان وفلان أعطا قال له أول مرة جاءت رسالة سنوات ما جاءت رسالة شدها هدك دار هك أعطا اللفقية بس يقرأ له هدك لفقية شدها ديك الورقة دورها هك وعندورها هك والناس هتنتظر دايرين كله مالك ويشوف يوم قال له هنا مقاري شتان ولكن بزمن لكم فقية هذا يعني واسمع يا جارة بزمن لكم فقية واش غادي تقول لأ الناس من اللي تقول لك إيه هاد شي كاين ونشوف واش كلك يقدر يوس عيني أكثر من الآخر أنا كان مهم بأن المنظومة الحزبية في بلدنا بمعنى راه مريضة باش نفهم معكم سألتكم عن تقييم لفترة وهبي قلتم بأنه ما بني على باطل فهو باطل شخصيا ما حضرتش في المؤتمر الذي جاء بإلياس العماري لك انت غير مقتنع رفضت مع أن هؤل علاقة تعدي شخصية معك يضر معك نطبع نقول له إلياس بكل صدق لست صالح لهذا الموقع وبقا تحتجت الظروف وجات إحداث الريف جات مشاكيل إلى آخر ما حضرتش هذا المؤتمر كانت يقول لي غير أجي المؤتمر اللي جان بعد السيحة كمش ماشي محضرتش محطيتش رجلية معهم لأنه عرفت بأنه ماشي مؤتمر هذا أو تهرم المسئولية لا ماشي تهرم المسئولية تقلي تهرم المسئولية كون ما نجيش ندوي معك أمام العلن كون ما كان نعرف بأنه تهرم المسئولية وبنذا ما نجيش تتخبر رسيئة واحدة هذا نس تنعرف ومكان رسيئة تقول يجي تذكر معي دابا اليوم في المغرب هذا ما يقع ما غير يقن شي يجي أكيد أنك سمعتها أستاذ حسن من عدت يقول بأنه مع السيوهبي يحملون المسئولية المؤسسين يقول بأنه بالعكس مع السيوهبي قبل السيوهبي كان الحزب يوصف بأنه وحزب الدولة وحزب الاستبداد وحزب التحكم وأن السيوهبي استطاع بطريقته بأسلوبه الخاص أن يصالح الحزب مع المغاربة اللي اعطاه الأصوات ديالهم يبو مبارك مسعود صافي هذا واقع لا هذا إذا كانوا نصب مختارين بهذا الشي مزيان مزيان استمر الآن الحزب الثاني في الانتخابات لا يستمر في الأغلبية الحكومية يشارك في النقاشات وفي الأوراش المفتوحة وبصمته واضحة بمعنى الآن المؤسسين اللي يعطوه الضروس الآن هما اللي كيتحمل المسؤولية ماشي سيوي بي في خير زمنكم صافي ما كنت مشكل الله يعونهم إلا كان هذا إلا كان المشكل أنا رأت رأي واحد مشكلة ما هي قديل إنه بنادي غريبان لأنه وراء ضد الدولة وراك واللي تعاطف ديالنا أسمعها مجزيان إلى آخر هيك هذ القضية بتاع القرى وأنه في المدرسة السياسية الفرنسية فرنسا قال لما دار طورة ضد الملك كما دارهما في 1789 لا قيمة له هذا هو المعيار عن فرنسا هذا غير عن فرنسيس فدخلونا نحن عن الطبقة السياسية ديالنا بأنه الشيطان هي الدولة والملائكة هم المعارضة للدولة لكن ما بغي يكون ودخلوها مع الأساب ودخلوها لعنده واحد آلا بين الحقائق أنه دول ملكية أكتر ديمقراطية من فرنسا وأكتر تقدوما وأكتر رقيا وأكتر وأكتر هذه في أوروبا بعد ما يمكن مقارنته ولكن دخلات هذه الفكرة فمن اللي يجي واحد أمين عام في الحزب يقول حزب الدولة وتيجي تيهجم إمارات المؤمنين هي الأولى إمارات المؤمنين إسلام سياسي تكينين واحد لعداد الناس يقول هذا مزيان تعاودي يجي يقول ما شنو كين تما هذ الطيار المحافظ في البلاد وذلك شي ما بقت عنده قيمة تجاوز والوقت زميع الأمور اللي هي فيها استفزاز المسلمات وطنية أنا واحد نار واحد الصديق ديالي مبعد الوفاة الحسن التاني جاء عندي قال لي يا ودبا تخصن تحزمو الناس اللي وما بغاون قلت له قلت له هشنو قلت له يخصن تحزمو باش نعاونه في البناء قال لي يا وا انت غادي تعاون في البناء دي هذا شي هذا فرصة باش نقلب هذا شي كامل قلت له الله يراك غض قال لي إذا أنت إنسان محافظ قلت له إي أنا محافظ في بعض الأشياء قال لي إذا إذا أنت رجعي قلت له أنا كان الفرق ما بين محافظ وما بين الرعا أنا بغيت بلادي تقدم ولكن محافظ على واحد على تلقي قلت له شتيان يا دي باع كل قبيلة ولو في الأدغال دي اللامازوني لآخير عندها شي أشياء اللي هي مقدسة ما كان شي مجموعة بشرية اللي لا تقدس شيئا ولو طائرا وحيوان واضح والحجرة أنا عندي مقدسة دي ولي لحنا أدى شوف كيف بديت أنت ونظن بحس النية بديت القضية سوى بيعود لما الحزب لأنه واجه الدولة لما أقول واجه الدولة قلت بأنه صالح الحزب مع المغاربة اللي يعطوه الأصوات دي لهم في الاستحقاقات الانتخابية لا لا هذه أخرى الناس اللي نجحوا اللي جابوا تيجيبوا الأصوات وتمشيوا الجهة أخرى بالأصوات دي لهم تيجيوا نا ويمشيوا لحي تضطروا باش يديروا واحد الحكم دي الممنوع قلتم بأنه ما بني على باطل فهو باطل الآن بصيغته الحالية واللي أكيد أنت ما راضيش عليها قلتك قد تقول بأنه تمت قرصنة المشروع السياسي دي الحزب وتبين ذلك خلاف اللي تيقول الناس تبين ذلك منذ السنة أو السنتين الأولين في هل المغرب هالبلاد عندنا وتيقر رسالة اللي اكتب فؤاد البيدي الله رسالة اللي اكتب طلب الإعفاء طبعا الأسلوب لا بيقودك شي تيقول أنا يامل الأنفص اضر ما بقيت معكم علاش لأنني لاحظ واحد العدد دي انحرافت في الممارسة الحزبية اليومية فأجل قلت لك الأمور طيب الآن هذا هو السؤال يلي هذا هو مربط الفرص الآن البام بصيغتي الحالية على ضوء تحليلكم وتشخيصكم لوضايته هل البلادنا هل المغرب في حاجة إلى البام بصيغتي الحالية المغرب قلت لك في حاجة إلى البام كان الفكرة لا لكن واقع الفكرة قلتم بأنه اقتمت قرصانة المشروع وبأنه حاد المشروع عن مصاريه الآن البام بصيغتي الحالية يمكن هيئة متعددة تحمل الفكر بالمشروع البطان لأنها واشنا هي الأصالة والمعاصرة واحد العدد حزاب تحمل نفس المشروع وتكون متعددة وأنا كاتبت هذا من قبل أنه الفكرة ضرورية بالنسبة للمغرب واحد المنظومة حزبية اللي كتخرج قوانينها بنفسها وكتخرج على القانونية وكت وكينالوصاية ما كتقول ويلو وكتشوف ما يقع في المؤتمرات واجتماعات أنا جاي عندك اليوم وكان قراء في الصحف في الجريدة بأنه الناس ديال الصحراء الأقالي الصحراوية كيحتجو على الجناد ديال إعداد المؤتمر البام لأنه تقول لك هم غير زيان جبتي المؤتمر فأحنا باللاتي أنا كان قراء هذا اليوم هاد ناس يقولوا بأنه لم تحترم القواعد ولم توصلوا بشيء فبالتالي البام توقف في الحدود اللي كانت رسمها أصبانيا مع المملكة المغربية البام اليوم كأنه لمح كأنه نسلم بشي حاجة البام الآن نسلموا لشي جهة أخرى تبتلهم البام الآن البام متوجه حيث قلتي ضرورية هلش نقول لك شي ضروري للمغرب لما كتدير واحد خطاء بحلاكة فادح تخلي المناطق الجنوبية اللي تعرف الرمزية ديالها وكتفتعل معها إزمة وكتخلي على الهامش وما عندك سوق ما عندك سوق هذك السيد اللي ترضوه اللي كان هو بداية الإزمة واحد النائب في المنصين سي جماني هذك النائب اللي ترضوه بذيك الطريقة بلا ما يسمعوا لي بلا هذا بلا إلى آخر والتخلقات وكان عارفه واشنه في ذيك المنطقة الحساسيات الانتماءات العشرة والقبيلة وكان ديروا هذا شيء واحد الاستفزاز الاخير مع الناس النتيجة ودب اليوم فش حنا كان نضروا شح البقي المؤتمر ما بقى الأول والناس يقولوا أنا الأمين العام وانا عندي طبلو دبوغ وكان عارف شكل صالحي وشكل مصالح كيفاش ما يمكنش الأمين العام بو حضورها لأمين العام رأس تغلطوا فيها في المغرب أمين عام رأى عنده مكتب سياسي الأمين العام عنده مكتب سياسي وعنده مجلس وطني عنده ضوابط عنده لجنات إخلاقية تخصتكم إلا عندي خلاف مع شي واحد كان حيله على واحد لجنات ديبيا وكان صنطله واش عنده الحق لا لا ويدفع على رأسه ما شي كان تخذ أنا حسب الأهواء ديالي أنا أمين عام إذا نمح الحاكم بأمري إذا الآن الحزب متوجه نحو محطة مهمة اللي هي المؤتمر الوطني الخامس جارة العادة بأن توجه الدعوة للأمناء العامونة السابقون يعني نوع من التشريف لحضور مثل هذه المحطات حسب علمي لم توجه إليكم الدعوة كما جارت العادة في أحزاب أخرى هل يضيركم هذا الأمر؟ لا ما لا يضيرني أنا أسأل هذا شي أعرف أنك غادرت من السفينة ولم تعود تربطكم بالقام لا 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 أنا قلت لك ديبا يمكن ما انتبهتش للقضية اللي قلت لك أنني قلت لك بأنه ما حضرتش في المؤتمر اللي طلع فيه إلياس العماري رغم إلحاح ومخلا ما دار ما حضرتش قلت الشروط دي العمل الحزبي المستقيم لم تكن متوفرة فهذاك ما مشيتش أعياء ما هي طلقية ما مشيتش لأنه كان لهم أطلبوك الآن حسب وباللاتي وباللاتي أنا جاي وأنا جايك صدق جاء المؤتمر لأخر مشاء إلياس ولو أنا من الناس اللي كانوا تقولوا له سير وذك شي جاسي حاكم من شماش ده طلع في المؤتمر ما حضرتش لأنه كنت مقتنع لأنه حتفى هذه المحطة ما الأمور غير يعني السفينة ما زل ما رجعتش للطريقة لما داروا مؤتمر جديدة ما مشيتش كانوا جوج ديال الجهات وكنت أنا يكتبت نداء المسؤولية وجوا عندي إخوان اللي كانوا بغاش كلون شي بطيار ضد الطيار اللي جابوا بي لآخرين ما ورسوم طيار المستقبل والأخرين طيار الشرعية جواوا وطلبوني الإخوان قالي جي غير تحضر رفضت نمشي الجديدة لأنه قلت لهم الشروط الضرورية التي تنص عليها القوانين ديال الحزب تم خرقها فأنا ما غديش نمشي ممشيتش تاني يوم نهار تنشوف بحال الناس ذاك الشي اللي كيجي في الفيديو هداك نشوف المعركة والبنياء والناس هربوا والناس هربوا ما قلت لحسن ولا سواء قلت أنا يا أنا أنا مشيتش قلس في ضاري ما ما دمه رجلت شي حوكم تنشوف ذاك الشي نقول هذا الشي الله الضيوف الأجانب حضرين ولا وهربانين مساكن وذاك شي ولكن من البعد ما كتسول شعر من الأخوان تقول لك الحزب يعيش أحسن أحسن ما ما كين في المراحل ديال وفي التاريخ ديال هداك في جزء من الصحة شمي جزء من الصحة واشن ما قلنا الحزب الآن حزب تاني مغير بعطه الأصوات دياله شارك في الأغلب حزب قوي تنظيميا يتوجه المؤتمر الآن يتوجه المؤتمر الآن بخطة ثابتة صابت أمام الأزمة شو المشكلة نخليه المنطقة ونذكره على الواقع احنا كان شيء اللي هي ضرورية شيء لا بد من هاد الأحزاب بهذا الشكل هذا لأنه ضرورة تدبير تدبير شؤون ديال البلاد كتفرض بأنه كما هي كما هي متى نبحتوش على المثالية ولكن هدا دولة اللي كتفكر بحلقه وتدقول لذيك الحزاب على عيلتها على هذا غدا نخدم بها إنما الأشخاص كل واحد مسؤول على ما صاره هو وضميره أنا أنا ما كملت لكش المؤتمر جديدة عايت لسي وهبيك ولا عمرها ما كانت أنا عندي معها علاقات حميمية عمره عمرني ما قلسناها في داره عمره ما قلسناها في داره وعمرنا ما قلسناها في المقاه ولا في المطعم كنا كانت لقوا في الاجتماعات وهذا حتى أنا واحد نرسلني واحد الصحفي بحالك بغاني ندوي هذاك شي قال لي يا سيوبي قلت له ما كيعرفني وما كان عرفوش بكل صدق ما كيعرفني ما كان عرف ولكن في هذاك المؤتمر لها الجديدة عايت لي في التليفون تنظن معاها 12 النهار ولا لوحده قال لي يا سيحة سنخصك تجي تحضر معنا ولو غير في الجلسة الختمية لأنه قلت له شكرا على الدعوة ولكن ما فيها ما نجي باش نقاعد وقلت له أنا في الطربي ضعبت وما في جديدة ما فيها ما نجي قال لي يرسل ليك السيارة بالسائق وهذا ويجيبك قلت له الله يخليك غير عدرني يرى ما فيها ما ما بغش نقول علاج ما بغش نمشي لتنبع لأنه احنا بعض المرات كان نمشي تمغربية مزيانة وفيها قيم كبيرة كالتاج أوليها عند الاقتضاء عادتنوا اللي خصة نكونوا مغربة وكيف قالوا ما كان مشكلة وإحنا خوط إلى آخرين ولكن حزب سياسي ولا جمعي هاد شي ما كيددار ما كيددار في قطاع العمل في قطاع العمل وكيد اللي خرق شي حاجة ولا شاجة كانت يقدم المحكمات تجارية ولكن في القطاع هاد الله يخليك عاف الله عما سلاف وإحنا خوط وكثيرون يديروا عاف الله عما سلاف وكيمشي ربما تزدتنا ولكن الكثير كيمشي لا 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 لعب لها وكذبو على الناس أنا باش نمشي غير باش نصور قلت لسيوه قلت له ما ننجيش ومبعد صدعاني في المجلس الوطني اللي دارو مراكش شي بانجيس الوطني ومانشي طيب الان الان واش كتعتقد بانه وقتا نظن عرض عليه يجوش مرات اه شبغتي عاودي عرض عليه مرات تلتا هو عارف بانده ومغاني مشيش لانه عارف بانه هذا موقف وانا اعلنتها وتحملت في مسؤوليتي قلت لا لا تتوفروا في هذا الاطار اللي نختار لا تتوفروا شروط العمل الحزبي الحقيقي لا تتوفر هذا ربما كلام قاسي شي شوية من سباليا قلت بان الحزب الان ليس في حاجة الى امين عام ولكن الى وكيل العام مني مشكلة هدي كنت ندير استجواب مع واحد السيد اللي يذكره في خير سي سليمان الريسوني فكان في واحد المنصة جاء عندي الاطار تندير استجواب وكان ديك السعاف الياس هو اللي كان ما حط السراعات والخلافات واشي بقاوة واشي يمشي جاء تحدات الريف وجاء الخطارة المالك اللي قال هاد السياسيين المغربة ما كيت يقوش فيهم وحتى انا مبخش كان تقف واحد العدد منهم وجاء الياس اللبطام وقال بانه انا غادي نزولا عنده قول جلالة المالك غادي نساحب وطب منشي واحد باشي دير لان تيريم وفالاخر عاود رجع تاني بطريقة اخرى فكان ديكسوه معيان فهذا كسوه اني قال يويل حيته الياس كلها ديكون امين عام قلت له كنظن بان الامور طورات الى واحد الحالة اللي كيخص واقلاش حاجة اخرى ماشي الامين العام الواكين العام فهذه تصربات انا ما قلتاش تصربات غير الصحفيين بنتهم صربوا أوركين تصربات اللان الحزب وشو حاجة الامين العام ولا الواكين العام لا نتجاوزنا هذه النقطة الامين العام ولا العرض سياسي طروحة سياسية جدا في المؤسس انت تجاوزتها في الحوار ولكن الواقع ما تجاوزش هذيك النقطة اللي قلت اتجاوزتها ما تجاوزش انا ده ما بغيتش بديتي 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 بسميته بالقضية ديال هذا الشي ديال المسؤولين اللي تم مساءلتهم ولا قيادين كما سميتهم هاداك شي كيدخل في إطار واحد العملي اللي هي تافوق البطام وتافوق كل شيخ سمح لي بمعنى أنه البلاد الآن ضبرت واحد المرحلة ديال ما سمية بالربيع العربي الربيع العربي كتعرف كيفاش المغرب التعامل معاه بخلاف جميع الأخطار العربية المغرب التعامل معاه بطريقة إيجابية دكاء سياسي خطاب الماليك دكاء سياسي تشكل الجناء ممتل فيها جميع الأطياف صغط مشروع دستور تقدم للماليك خرج المغرب الخصائر صفر الناس الأخرين قلت لهم في ديكل وقت كان الناس اللي كي حسبوه الأموات وإحنا كنحسبوه الأصوات في المغرب بفضل هذه الحكمة هذه وخرجنا منها باش نخرجه من اللي خرجنا من هذا كالربيع العربي هكذا طبعاً واحد الفاعل سياسي اللي دوينا عليه في الأول اصبح عنده موقع مركزي وكان بعض العناصر بدأت تتبن منها علامات التغول لأنه ناس اللي تقولوا احنا اللي نقضنا البلاد ما بقاش هاد بلاد عندها قرون ديال التاريخ وهذا المؤسسة الملكية متجدرة لا را كن ما كنش احنا يكون را هاد شي كله طار إلى آخره فهذا السياق هذا كان تجيب الناس اللي كان يعرفوا ينجحوا في الانتخابات على الأقل باش نتقول الناس بشوية المغرب را هم معقد بحال في بداية الاستقلال لما جاء واحد الحزب اللي لعب دور كبير وكانوا زعامة دياله أبطال كان فيهم اللي تنفعوا سنوات وكان في شامل هذا كان نعمل العلاج المؤقت تتحول إلى مرض مزمين داخل الطام كان علاج كان تماماً كان علاج مؤقت لأنه يخصك تجيب ناس اللي قادلين على الأقل اللي يوقفوا ذك ذك الزحف مرحلياً فإذا بيه انت هاد شي علاج قلت أنا واحد العبارات ما قلت لهم السفينة ديالبطان أو اللاز طيارة ولا كما شبهنا قلت فيها جوج حاجات قلت لها الناس اللي يركبوا هذوك اللي بغي يجي يركب يركب قمرة قيادة ولكن قمرة قيادة يخص يكونوا فيها الناس المؤهلين لها فقط طيب على ذكر الناس المؤهلين وخانتك تقول بي أنه ما بني على باطل فهو باطل وأنا يعجبني هذا لو لو الآن حسابنا عدي خويرتم الآن لأنه كان مجموعة حديث على مجموعة من المرشحين كأمين عام مقبل لو خويرتم الآن كان حديث على سيدة فاطمة الزهر المنصوري وعلى إعادة يعني ترشيح سوى بي لو خويرتم ما بين الاثنين وعليش أخويا تخير منا بين الاثنين علش علش خارجت أنت صاحب المرماش تقول لي لو خويرتم باش نجاوبك الجواب اللي يجاوبوا فيه المغربة على هذه الحالات ما نبغيش نجاوبه لأنه أنا عندي من تفضل لا لأنه عندي علاقة مع الناس مزيانة ما عندي علش نقول ولكن ما نخلش في هذا الاختيار طيب الآن ظهور إلياس العمري مؤخرا وعودته إلى السحراء فيه البعض أو طرح فيه البعض سؤالا حول إمكانية عودته إلى قيادة الجرار سؤاله هو أو سؤاله هذوك الناس اللي قالوا هذا الشيء بناء على شكاية على شكاية تمدو وعندك أنت اليقين بينهما وسيلياس كاين دباكي في البعض يشتغل وذلك شيء عندك اليقين أنتوا من الناس ذي البعض أنا ماشي أنا مكتلك أنا ما كان حضرت أنا ما حضرت أنتم المتابعين أنا ما حضرت أنا متابعك جميع وبدأ على فكرة كنت رأس اشتغلت صحة في واحد الوقت صح واشتغلت بالشوية ديال الفلسفة والسوسيولوجيا وذلك شيء نقابي فأنا أفعل هذا المواضيع وكلها كتهمني دائما طيب من هي الشخصية التي تعتقدون بأنها أعطت الشيء الكثير للقام ولكنها ظلمت كثيرا لم تنصف لم تنصف هذه العبارة تقالت على واحد سيد على السي فؤاد عن الإمامة قالوا أنه شخصية لم تنصف السي فؤاد كان حامل هذا المشروع وقلنا أدوينا في الأول على الناس اللي يضربوه قالوا الوافيد الجديد في البداية ما كانش نضرب غير من الناس ديال أو الاطبام ولا الناس ديال 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 الحزاب السياسية محدهم كانت عناصر أخرى من خارج هذا الشيء كامل في الدولة عندها تصور آخر وما كانش قابلة على هذك المحاولة اللي دارس ما كان صراع داخل الدولة لك شيء حاجة حية ما فيهش صراع أنا هذا الشيء اللي قرروني لما كان طالب مبتدئ في الفلسفات يقول لي كل ما هو كائن تاريخي ولا كائن حي إلا فيه صراعات تناقضة حتى جسام ديال الندبة في هذه اللحظة كان خلايا تموت وخلايا تبعث جديدة فالصراعات كان في كل شيء في الدولة أي كائن تاريخي فصل منه اسمه الصراعات لا يمكن فأنا غير اللي بغيت الناس يتفهموا بأنه دوكل اللي كانوا كيدلمون أنا كان عارف الناس اللي كانوا من المحيط المقربين وذلك شيء وكانوا كيتمنوا تفشل تجريبا للطم غير لأنه فيها فلا كيتمنوا تفشل غير لأنه فيها فلا وافتروا كانين فيهم اللي كذبو على البم غير لأنه مجرد صفية حسابات ديال اسمه بحل أنا مخاصم معاك في الاستراحة وبقيط عمري ما نسيت هذه الخصومة في الاستراحة المدرسة تنسقطها على دولة كلها هذه هذه أشياء اللي يعني تيمكن يضعكو بها الناس ولكن مش شيء أساسية فالناس اللي ما تنصفوش كانوا واحد العداد ديال الناس اللي باش نجاوب واحد العداد ديال الناس اللي جاول للطم بنية صادقة وجاوب باش قالوا الحمد لله احنا خرجنا من ذاك المعسكرات الايديولوجية اللي كانت عتيقة ولوش ناس تقول انا عندي الشرعية التاريخية والخلون تقول احنا عندنا شرعية نضالية احنا شرعنا نضالية لانه قاومنا لمؤسسات البلاد في واحد المرحلة مؤيلة واحد المرة على فكرة واحد سيد تنعرف وتنحطر مه بززا ناس وهو من الشخصيات البارزة قل لها سيد حدا ايا ويقول يا شوف السيد حسن تكسانا ما زالت تحمل مسؤولية في رئاسة المجلس الفطني في البلاد قال لي السيد حسن انا نقول لك واحد القضية لما خزن دار واحد الخطاء كبير قلت له اشنا هو قال لي ان اسس البلاد قلت له كان يدير قال يقول بالعربية قلت عندي جوج تحفظات السيدفاة الرأي اول انت عرف انت من المناظرين ومن القدام ديال الحركة الاتحادية ودوز نص ديال حياتك تقاوم في الاتحاد الاشتراكي ودرت عليني الشقاقات ودرت هذا دا ودرت صحيح ودرت اعرف انت اعرف هذا شي اذا انت براسك دا بك تقول نعاون شي حال اللي انت قاوم تها ثم الاتحاد الاشتراكي كانت في عناصر بحيالك اللي كان هدف الاساسي هو تقاوم المخزن ودا بك تقول لم المخزن لما هدوك الناس دي كانوا قاوموه عيو وفشلو ما يجيون ويعود يبعت فيهم الروح ويقويهم باش يعود من فقدان الموصلة هذا هذا التفكير المغربي مع الاسف هذا التفكير المغربي طيب كانت نفكر ذلك شي اللي بغيت راتي يقول المغرب في النقطة تقول بحل يمان بحل يابان الله غير صح السلام لا طيب كيف تقيم الان وضعية حزب الأصارة والمعاصرة داخل الأغلبية الحكومية من حيث أداء الوزراء من حيث المضمون السياسي اللي جاء به هذا الحزب من موقعه في الأغلبية بعجلة ما جاء هاد الإخوان في اللو رغم جميع الأمور كلها واحد العدد فيهم صفت لهم مساج في التليفون ديالهم هنيتهم بالخصوص تلك الشباب منهم الخصوص فاطر الزهراء بن سعيد بن سعيد سكوري هنيتهم كان يجيوا واحدين أخوين جابهم الحزب ما عرفتهم مش كان لكل مرحلة مشيت ما ما بقيتش عارفهم مش كون هنيتهم على أساس إنهم بالنسبة لي هذا منتوج ديال بامي خارس هذا منتوج ديال بامي ما عمرهم داروا السياسة من قبل ما عمروا هذا دخلوا تمك هنيتهم ولكن من بعد اللي بقت كاللاحظ ما شي ما تنعممش ما شي في كل شي كاللاحظ بإنه كين واحد يمكن هدي مسألة جيل إنها من قدر مش ناخد عليهم دبع ما وقع في فرنسا البارح جاب لهم رئيس حكومة عنده 34 سنة 34 سنة دبار كي نشوف فرنسا بهذا شي كامل ديالها كي يجيب لهم واحد سيد كنسمع في الإيداءة ديالهم عمروا ما اشتغل في حياته عمروا ما خدم من اللي جا هو دخل في هذا شي ديالهم واحد الجمعيات وكذا وده ديك يصبح واحد الفرنساوين يقول لك واشا عباد الله إنسان اللي عمره ما خدم عمره ما سير تاشي حاجة مباشرة تحطو في القمة ديالدولة اللي عندها القنبلة الدرية وعدها دا وعدها التحدية فهات الإخوان أنا كنتظر كنتظر بأنه لما كنت دخل كي ما كانت يقول لحسن التاني يقول لك لكل داخلين ديشا لما كنت دخل شي طبيعي الأقل الوحاد كيقلب على ناس فهذا كل قطاع اللي مش عليه الناس اللي فهمين عندهم تجربة كيحاول يشكل فريق دياله اللي كاللحظ دابة واللي كيتخاد على هذا الحكومة كل واحد يشكل فريق ديال الحواريين الناس اللي تي قولون له تبارك الله عليك سيد الوزير رابو عليك سيد الوزير واحد الصديق قال لي أكتر قال لي أنا دخلت لرئاسة الحكومة قال لي ولا واحد شعره شعيب بينما رئاسة الحكومة في الدنيا كلما كيدخل لهم النستاتيش باليوم الرأس قال لي ولا واحد شعره شعيب كي نعي الشباب والشبات كي ننقذو تنمو داك شي هكا هذا في المغرب ديالنا يمكن يمكن هذا تشبيب كما قالوا نهاردر قلت لهم نداء المسؤولية قالوا نداء المستقبل زعمان تومنصافي المستقبل غادي المدين الشباب رأى تيخصوا طبعا تكون مجالة مفتوح عليه هاشي اللي نهو الطاقة اللي عند الشباب ما كنا ولكن رأى كيخصك تجربوا كيخصك تصنط للناس اللي يسمقوك لأفريقة تيقول لكم اللي كيموت شي شي واحد قديم في القبيلة بحل تحرقات خزانة تيقول بحل تحرقات خزانة تنقونا أنانسيا dispara سيقوم بميليواتي كيبرول هنا في المغرب تيقول لك هاش فغير نديرو بيك سيد انت شرف تيصاف وتيجيوش يوحدين أباليسا اللي كييوحول لهم هذه شفاء وعرفت النوزن كلامي أباليسا اللي كييوحول لهم بهذا الكلام فلهذا التجربة ديالهم صعيب لأنه حتى الناس أخرين اللي معاهم في حزب الأحرار حزب الأحرار اللي عرفت أنا في التمانينات في التأسيس ديال وفي كده وذلك شي ما شي هو حزب الأحرار اللي كيينداب عرفت واحد أعداد شخصيات في الأحرار كانوا غير يبقوا قرب منهم يستفدوا منهم شخصيات كبار وعندهم وزن لا في قطاع الإعمال ولا في قطاع هذا لكن اللي كيجيت يقول لك سيدي أنا عاد الدنيا عاد بدأت اليوم ما كانت تشي حاجة طيب قد دقائق معدودة بغيت نخصصها الحراكة الذي يعيش هو قطاع التعليم كيف تتابعون هذا الحراكة نحن ندوي على القضية ديالتجربة أشياء الأساسية اللي سمعناها أكتر كتر ضدها الحكومة والناس اللي كده وسنية الحكومة يقول لك نحن نشتغلهم مع المؤسسات إذا المشكلة المؤسسات والمشكلة للتنسيقيات وما كيعتبروا أن التنسيقيات اللي هي اللي مغطرة الشارع واللي فيها فيها بزاف ما يتقل لأنه أي حاجة خرجت للشارع حالش حاجة خرجت للغابة كل شي اللي قادر يكون مقنع وقدر يجر الناس يتبعوه ما تعرفين مغايد ديهم ولكن كان واحد مكرهين باش خرجوهما هاك كتبتها أنا قلت الناس اللي في تنسيقيات مكرهون أخاك لبطل لأنه مع الأسف وفي هذا القطاع التعليم بالخصص كان هو اللابوراتور دي الواحد السياسة يعني سياسة ماكرة وخبيطة أنه الصراعات اللي كانت مبين قوى وأفراد بداية الاستقلال خدات واحد الطابع ديال جر استعمال الورقة النقابية في الصراعات السياسوية ما بين الأفراد وفي الصراعات وفي المقاومة ديال التوجهات ديال القصر في هذيك الوقت بداية العهد ديال الحسن الثاني فتم استعمال الورقات ديال المدرسة والورقات الإدراع مثل الأساتي ده والورقة منذ الانطلاق تقولك من الخيمام شامل منذ مناظرات المعمورة لحطة السقف ديال 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 الإصلاحات في المغرب عاليا جدا وجمعلته كتحدي الحكام تقوله التعميم والدمقراطة دبا وهذا وهذا يعني بزاب ديال الكلام الصحيح اللي يرادوا به باطل فاصبحات طبق يعني الشغيلة التعليمية صبحات رهان ديال السيطرة الأحزاب بها باش خدموا الأحزاب اللي كانت تعلمهم هدى فخرة خزانات انتخابية خزانات انتخابية وعناصر للجيش وشبيحة وميليشيات طيب طيب إصرار الحكومة باش نحاول نلخصوها إصرار الحكومة على عدم الحوار مع التنسيقية خصل تعرف شوف قرار صائب هو للحكومة باش تواجه هذا شخص تكون عندها الداكرة ديال القطاع ما عارفهش هذه اليقين بأنهم ما عارفينش داكرة القطاع ما بغينش يسمعون للناس اللي كي عارفوا هادش كين بزاب الناس موجودين كين بكنا عايطوا لهم وانا كنت تلاحظها من البداية في المغرب اللي مدرنا أول لجنة لإصلاح التعليم تم إقصاء بعض الشخصيات اللي معترف بها عالميا في المجال ديال التربية والتكوين وعمرهم معي طول يوم في المغرب علاش قدش يقولوا لي بأنه السلطان هو اللي تيقصير ولكن المحيط هو اللي تيقصف بعض احيانا الكفاءات باش خوفا من هذيك الكفاءات مثلا باش بحادث المعتاصم اللي كان مدير ديال الكوليج ديال أزرو واللي قامة ترباوية كان معترف بها دوليا ولا شي واحد بحال المنجرة ولا هذا ما يجيش يشتغل تيتم الإقصاء دياله ممكن عندنا آليات تنقول لي كل حاجة عحية فيها التناقضات المخصدتها هو في تناقضاته تيقولوا هذا كيف يفهم مخصو غالي يجي مخصوش غالي عرف طريق دار مخصد خصوية القبعيد فهذا الشي اللي واقع هذا الحكومة هذه اللي جاء بلا تنيات مطقة أبدي بثمان دياله معلوم هذا الشي اللي واقع دابها في التعليم لو جابوا لو قلسوا النظر دوستطوع يقلسوا يتعاملوا غير مع الواقع كما هو خلينا سيدي ما بغيتش بلا تيليفزيون بلا صور بلا هذا أنا كان نصور بأنه رئيس الحكومة ولا شي ناس من عنده يمشي ويقلسوا مع ذوك نسيقيات يقلسوا معه أسيدي لاشكلي وفي أحد الوقت من ننجو الأمور غادي نديروا واحد اليوم وطاني مفتوح ويجي ليه كل شو نقول هاللي ما ينتعطي الحكومة هالبرنامج ديالها ها باش ملتزمة هالضغوط اللي عليها ها محدودية الإمكانية ديالها يلا أشنون ديروا ديك الساعة دك اللي تيراكب على قضية تعليم ومخبية في الظلام غادي نبينوا في النار نشعل الضو حال هذو اللي بغاي في الضو مع الاتحاد السوفيتي دارو جل حاجة قالوا بيريسترويكا والإصلاح ولكن هي شفافية بأنه تتولي تشوف من وراء الجدران فضح دك الفساد ديال البيروقراطية السوفيتية ودك شي وانهار بين عاشية وضحى طاع دك شي عندنا نحن دير شفافية جيب الناس كلهم يتعرفوا يبانوا في واحد الحوار هذو ما داروش ضيعنا الوقت ثم دخل الحسابات الداخلية داخل الأغلبية الحكومية واحد بغي الخدمة ماشي مع التنسيخية بغي الخدمة غير لأنه كان واحد الوزير ما أسمو الفلاني باش هذك الوزير نفشله هذش هذش واخعة وحد تقوله نجيب هذك الوزير لأنه من الحزب الحالي في الفلاني ولكن هذ القضية هذي راس وهي حامية أرى نتصقاله هو باش الفشل هو يتحمل مسؤوليته لك نفشل هذك اللي هنا معايا لأنه كان نشوف فيه منافس ممكن ونفشل هذك في بداية الحلقة بالتدبير الصبياني التدبير الصبياني اللي وصلنا له وهذ القضية هذه 에서 لحد الوقت يدوز وإحنا كن أديه الثامن كن أديه الثامن وكان يأتيه من مرحلة كورونا معلوم أديه الثامن وكان يأتيب والعالج ومستمرين فيها الآن بتبني خطاب نفي الواقع هذك هذك التي جاء و 씨가 لا رأى الشباب رأى ديرين ورأى أموك أداف أنترنت وقال لهم لعب عيال وزير الداخل المصر الأسبق حبيب العدلي قال شوي يتعيير فيسبوك لعب عيال كما ذاك اللي قال لهم أنا شعب الفيسبوك هذا نجي نخضع له لأراء دياله أنا مشي شغلي يكون شعب الفيسبوك ولا شعب شي حاجة أنا شغلي هو مشي الحقيقة واش الإنصات واش الشي اللي قال هذا يكون فيسبوك ولا يكون إبليس واللي يكون اللي بغي يكون وجدك شي اللي قال أنا أنا شد بالزيمة من الأسبق وجدك شي اللي قال واقع ولا ماشي واقع هذي القضية ونفضيها أنا في واحد من الاسئولتين على التعليم نفضيها بواحد قضية قلتها قلت أنا سنستغرب كون واحد الحكومة يقودها التجمع الوطني للأحرار اللي هو في الأصل التنسيخية سياسية ما شي حزب ها كان غير واحد نار تجمعه وكل واحد ترشح بوحده تتلقوا في البرلمان نجمعهم السحمد الأسمن وداروا حزب هو الحزب الحاكم ده با هذو كانوا يفهموا هذ القضية ديال لكون هذي الناس ديال التنسيقيات مش هوا للنقابات لقوا في النقابات ناس من جيل آخر اللي باقهم استمر شد الأمور وما واشي تزحح عندهم الوسائل ديال تعاضيات وديال كده وديال واحد عدد الامتيازات ما بغوا شي تزحح مش هوا ضبروا على رسول لأنه الآن التنسيقية سهلة في الجيل دياليانايا إذا بغينا نجتمعه تيخصنا باش نديره منشور تيخص تقلب على استنسيل وددوره بدراعك وهذا دابا كتدير منشورك لجب التليفون ما نجيبك وكتصل بنادم في المكان وقت البرنامج انتهى تجاوزنا الوقت المحدد لأن الحديث والنقاش معك له شجون أفساد حساب العديد شكرا جزيلا لك بارك الله على أن لن تكون المرة الأخيرة ربما نعود إلى هذه المواضيع بتفصيل في حلقات أخرى إن شاء الله مرحبا بك شكرا جزيلا لك وشكرا على سعات صدركم نقول له الضيج اللي يفهمنا ولا يعطيناش باذا مشاهدين الكرام نأتي إلى ختامي هذه الحلقة من برنامج مع يوسف بالهيسي التي خصصتها للحديث عن وضع حزب الأصارة والمعاصرة على ضوء آخر المستجدات رفقة الأستاذ حسن بن عدي أول أمين عام لحزب الأصارة والمعاصرة شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء